موسيقى 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 هذا تقول يا سهدي يعني حطت إيدها على نقاط رائعة جدا برضو سيدة حمدية أول شي بالنسبة للمشروع لا يمكن أن يمول مشروع الدكتور إلا من خلال لا يمكن يتم تمويل أي مشروع من صندوق التنمية والتشغيل إلا بعد دراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع هذا من حيث المبدأ ومن اللي بعملها مش إحنا كصندوق بتعملها جهة محايدة اللي هي وتشكر عليها مراكز تعزيز الانتاجية اللي هم إرادة بتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذولا منتشرين اللي هم حوالي 22 محافظات والمحافظات والويت المملكة أي مشروع بزيد عن 5000 دينار هذا المشروع يتم دراسته ودراسة كل منطقة حسب البيئة أو ننظر للميزة التنافسية لكل مشروع من هاي المشاريع حسب المنطقة حسب المنطقة شغلي ثاني أنه لا يتم صرف القرض على دفعة واحدة يتم صرفه على عدة دفعات شغلي ثالثي أنا لما أريد أعمل هذا صحيح يعني لما أنا بدي أعمل مثلا مشروع فلترة مياه أو عبوات مياه أو دراي كلين أو محطات معينة أو صيدلية أو مشروع للتصنيع يعني عشرات بالمئات الأمثلة على هذا الموضوع نتحدث عن القطاع الصناعي فيه توجيه منكم لمشاريع معينة؟ والله هي طبيعة كل منطقة لها يعني لما أنا أتحدث عن محافظة عجلون في ميزتها في إنتاج الزيتون والزراعة والقطاع السياحي ممكن ينجح فيها يعني من مول وإحنا ما شاء الله يعني صار فيه توجه كثير كويس في محافظة عجلون مختلف عن مثلا في مناطق في زي الأغوار مثلا مناطق وادي الأردن يعني مثلا زي لواء ديرعلا إلها يعني خصوصية معينة مثلا في مناطق محافظة الكرك إلها برضو خاصية معين لما مروا على البادئ خطوات أني قدمت القرد درسته أعطيتني بتقصده على مراحل حسب حسن للتنفيذ بعد ما أخذ القرد يعني يتم ما بعد مرحلة ما بعد القرد هناك دراسة أعدتها جهة محايدة اللي هي الجمعية العلمية الملكية فوجدوا أنه بحدود 75% من المشاريع اللي ممولة من صندوق التنمية والتشغيل هي مشاريع قائمة وهذه لما ننظر كنسبة تعتبر على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي هي نسبة تعتبر من النسبة قائمة بمعنى مستمرة هذا قائمة ومستدام لا بل في برامج إحنا من مولها إذا استدام المشروع لمدة ثلاث سنوات فأكثر منعيد له رأس المال ثلث رأس المال هذا دعم لبرامج موجه للجمعيات التعاونية أو موجه لمناطق تنموية محددة كمثلا زي محافظة معان في برامج مناطق جيوب الفقر برضو إلها ميزة بدل الخمسة هي أربعة بالمية سنة مرابحة مرابحة لأنه أنا ما بتفعل الكاش للمقترض بتفعل الطرف الثالث أنه هاي المناطق إلها ميزة اللي هي أربعة بالمية لما بتحدث عن الجمعيات التعاونية ثلاثة بالمية وثلاثة بالمية مقصود فيها سنويا وليس شهريا ساعات النائب ذكرت على موضوع الضمنات يعني إحنا فيه خيارات وبدائل متعددة يعني الأموال غير منقولة الأراضي والمباني أصلاً لا نفضلها ليش؟ يعني بدنا نخفف على الناس كثير لأنه مشكلة الناس عندها أراضي لأنه أصلاً هذا جاي بديو أخذ قرض وإحنا بنقول أنه هذه مشاريع موجهة للفقر والبطالة ما بدنا فيه مشاريع إذا فيه إمكانية أنه بيكون اقتطاع من راتب واحد لهذا المشروع بيكون كثير كويس وإذا ما بيكون ما فيه مشكلة بيكون فيه كفالات على شاكلة الكفالة العدلية وهي كفالي عدد بالضبط على شاكلة كفالة أفرض أنه أنا يعني أفرض أنه دكتور ما فيه كفالي أخذ أنا قرض وفتحت محل مثلاً محل بيع جاج نقول نعم وبعدين سكرته وظليتني ألتزم بيني أدفع القصد فيه ناس بيجي بيحاسبني إذا المشروع قائم أو لا هو الأصل أنه يعني هو من حيث المبدأ أنه أنا ما أعطيتك قرض إلا بديو يكون مدروس من حيث المبدأ تمام لكن لظرف ما خلينا نحكي النسبة المتواضعة اللي سكرت ليش سكر المشروع ليش تعثر المشروع أحياناً نواحي صحية لصاحب صاحب العمل بمرض أحياناً والله إحنا منشوف حالات يعني اليوم مرت علينا حالي مشروع من خيرة المشاريع استمر لست سبع سنوات تمام لكن صاحب المشروع اضطر أنه يسلم لأحد أفراد المشروع يعني بقي قائم لكن تعثر لكن تعثر لفترة وإن شاء الله هو بمشي إحنا هذا ممكن المشروع نعطي بما يسمى بتطوير المشروع يعني ندعم المشروع لكن أحياناً ممكن حالة مرضية تعثر لأي سبب وفاة صاحب المشروع يعني في أحيان حالات معينة بس ما بنية دائماً وأبداً يعني الإقراض السليم يؤدي إلى إنتاج سليم صحيح إذا نسب الفوائد والمرابحات مختلفة من حيث جيوب الفقر من حيث الجمعيات يعني من ثلاثة إلى خمسة من ثلاثة إلى خمسة بس أنا حاب أضيف نقطة افترض دكتور أنه أنت بدك تأخذ مشروع سبعين ألف دينار وما عندك هاي الكفلات صحيح ما هو الحل ما هو الحل إحنا منتعاونين مع الشركة الأردنية لضمانات القروض برضو هذه الشركة يعني شركة حكومية وفي اتفاقية ما بين الصندوق ما بين هاي الشركة هذه موجودة وكثير حلت يعني حلت يعني مسائل كثيرة واستفادوا منها مقترضين من خلال البرنامج أو الاتفاقية معنا بيننا وبينهم على أساس أنه هاي بتخفف علي أنا يعني كصندوق موضوع الضمانات هذا في حال مدة القروض مدة القروض تصل لثمان سنوات ثمان سنوات يعني بأعتقد أنا يعني لما أنا أعطي شي ثمان سنوات مو ثمان سنوات حتى فترة السماح دكتور لـ 12 شهر تمتد من 6 شهر لـ 12 شهر